في ظروف مضطربة من النحية الأمنية والسكانية تتحمس حكومة السودان التي شكلها الإطار التنسيقي إلى إجراء تعداد سكاني يكون لها المرجع من النواحي الاقتصادية والانتخابية وغير ذلك وفق الظروف الحالية ودون مراعاة ما قد ينتج عن هذا الإحصاء السكاني من خريطة اجتماعية مزورة نظراً لاعتبارات ظروف الحرب ضد تنظيم داعش التي مرت بها مناطق واسعة في العراق وكذلك ما يجري في عدة مناطق من عمليات تهجير للسكان على يد الميليشيات الطائفية التعداد السكاني كان مشروعاً للحكومات المتعاقبة لكن لم يتم تنفيذه حينها وتم تأجيله على مدار السنوات السابقة بهدف تثبيت التغيير الديمغرافي في المدن العراقية وإخلاء بعض المحافظات من سكانها الأصليين بغية أن تكون الأمور جاهزة لتثبيت واقع ملفق وفق استراتيجية طائفية لنزع هوية المدن العراقية بحسب ما يؤكده أساتذة مختصون في علوم الاجتماع والتخطيط والسكان التعداد السكاني المرتقب لن يراعي وجود أكثر من مليون عراقي في مناطق نزوح وتنقل بعد أن دمرت مناطقهم فضلاً عن عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين الذين لن يكونوا ضمن هذا التعداد بحيث تكون الصورة النهائية للتوزيع الديمغرافي في العراق مشوهة وتعبر عما تريد ميليشيات إيران إظهاره وفرضه على الساحة العراقية مراقبون يرون كذلك أن عملية التعداد السكاني هذه لا تخلو من أبعاد سياسية بالتزامن مع المضي باستعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات وفي الظروف الطبيعية يعتبر التعداد السكاني مهماً لكل دولة ويجرى بشكل دوري لحماية حق الفرد في الدولة وضمان العدالة في توزيع الثروات لكن عندما يكون المشرف على هذا التعداد جهات أو غلط في الطائفية فإن كارثة اجتماعية وديمغرافية جديدة تنتظر العراقيين